منذ ليل الأربعاء ومكب نفايات الدامور لا يزال مشتعلا نافثا سمومه وفق اتجاه الرياح المكب يقع في السهل المحاذي لمجرى النهر والبلدية اعتادت تجميع نفايات البلدة هنا منذ وقوع أزمة النفايات قبل عامين ولا تزال في ظل عدم إيجاد حل لنفايات قضاء الشوف وعلي بين حرارة الطقس والحاريق المفتعل يرجح رئيس البلدية كفة الثانية قدمت شكوا أنا على النياب العامي على مجهوري بتمنى على المراجع الأمنية أنه توصل لأنه هاي مش أول مرة بصير في حرق لهيدا الموقع بعتقد الضغط علينا لنسكر الموقع هناك ويقولونا خلوز بيلي بيوت هاي الشي ما رح عامله أنا ما باخذ على هالضغط بيستقيلوا بفل بس أنا ولاد الدمر ولاد بلدي ما بعيشهم بالزبالة دونك ما عنا خيار هلأ بالوقت الحاضر معلما أنه هيدا موضوع على مسؤولية الدولة ليش بتشوفوا عليه بعد ما صار في حل تجميع النفايات النائب وليد جنبلاط وإثر نشوب الحريق غرد قائلا مجلس الإعمار لزم جورج معوض جمع وكنس نفايات الشوف وعلي فلماذا لم يبدأ العمل ومن في الوزارة ورئاسة الوزارة يعترض ليعلن الوزير السابق ويام وهاب لاحقا تأييد موقف جنبلاط وسأل هل نحن بحاجة إلى أذونات سياسية لنقل نفاياتنا إلى الكوستابرافا هي أزمة النفايات المستمرة منذ عامين تضرب الجبال حينا والبحار أحيانا وكله على حساب المواطن وصحته نعيم برجاوي قناة الجديد